أعمال قمة ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية في دورتها الثانية والثلاثة ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد ناسدس في هذه القمة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويضم الوفد المغربي للقمة بالخصوص وزير شؤون الكارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي وسفير المغرب بسعودج مصطفى المنصوري وتهدف القمة لبحث مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي وتنعقد هذه القمة في ظروف استثمائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وسراعات إقليمية ودولية تحطم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر